السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في الدرس رقم 4 شابتر 2 من كورس تعلم البيتش بي الدرس اللي فات اتكلمنا زي نتعامل مع قواعد البيانات وزي نعمل استعلمات عليها وعملنا مع بعض استعلام اللي هو انسورت اللي احنا بنعمل انسورت للبيانات في الداتا بايز النهاردة هنتكلم عن عملية تحديث البيانات او عن الابدايت وعلي سيء مثلا نرجع للدرس اللي فات زي ما شفنا احنا عملنا انسورت لكل البيانات دي او مثلا لبيان معينة النهاردة احنا نعمل مع بعض ابدايت للبيان اللي هو اخد اي دي رقم واحد اللي هو باسم حازم هنتعلم مع بعض ازاي نعمله بدون تلكي اتش بي اول حاجة مع بعض بنفتح الاديتور سيما تعلمنا نعمل انكلود اللي ملف في الاتصال انكلود دي 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 داع تنش بي اللي هو ملف في الاتصال بتاعنا بعد كده بنعرف الابدايت بتاع الداتا بايز الداتا بايز دي بي طيب انا دلوقتي عايز اعمل ابدايت لإجزاستن رو انت الداتا بايز هنا قبل ما تعمل ابدايت انت لازم لو هتعمل ابدايت لصف واحد يبقى انت عايز ايه؟ انت عايز اي حاجة تعرفك بالصف او الرو يبقى انت محتاج الرقم التعريف اللي هو الايد او اي تعريفية انك تمسك بيها الحقل ده انك تمسك بيها الصف ده بناء عليه هتعدل الصف بنجاح لو ممعكش انت الرقم دايد انت هتعدل كل الصفوف اللي قادرين تعالى نتكلم مع بعض تعالى نطبق مع بعض سي مثلا انا هعدل نايم حازم او ايميل كذا هعدل مثلا الموبايل بتاعي هقول له هنا ايه؟ هطبق في البيتش بي استعلام اسكيوار يعني احنا عارفين الاستعلام الابدايت بيبقى ابدايت كذا سيد كذا يساوي كذا سريعا كده هنا هنكتبه بلغة الاسكيوار هيبقى ازاي؟ ابدايت وهنا كونتاكت اللي هو ايه اسم الجدول بعد كده سيد اسم اللي هو تايتل بتاع العمود ايه هنا عندنا موبايل هقول له سيد موبايل ايكولز مثلا واحدين ثلاثة اربعة والسيمي كولوم بتاعت نهاية الكويل لكن احنا في البيتش بي مش هنكتب السيمي كولوم ليه؟ لان كل الكويل بتاعنا في البيتش بي بيكون انسايد دابل كويلتش فما ينفعش نخط فيه سيمي كولوم عشان ما يعمل لناشي ريتورم للا ارد اما في حالة لو كنت تستخدم فريموورك معين او مؤدي الوظائف الكاملة اللي هي بتعمل اسكيب للفاريبولز ممكن تعمل سيمي كولوم ما عادي مش هتعمل معك ايوش كلا تعال نجرب اللي احنا نعمل البرفورم للكود بتاعنا في البيتش بي هناخد دي القود ده ونقول له ايه تيجي ذات زي ما شرحنا في البيتش بي بتبقى كبه كويري ونحط الكويري بتاعنا هنا الكويري بتاعنا هتبقى كم رو بالتحديد هنا هيطلع لنا روز افكتد فو ليه بقى هيبقى اربع حقوة اربع يعني مش عارف يعني بالعدي اربع روز هما اربع صفوف هما اللي متأثرين ليه؟ لانه هنا مش قيل له where id equals one يعني عدلي البيانات دي من الصف اللي ال id بتاعو يساوي واحد بعد كده هقول له ايه alright طيب انا اتأكد ازاي ان الكويري ده رجع بقيمة true اقول له هنا if db.query بعد كده start race start race and race و اقول له body alright else لو حصل حية تانية echo something went wrong و و اسم و اسم و اسم اعمل refresh قال لي write اروح هنا اعمل تحديث ظهر لي 1 2 3 4 اخوان طيب يحصل ايه بقى لو انا shell where id equals 1 وهنا حطيت مثلا 23 45 6 هيعدلي كل دول ليه بقى لان هنا انا ما بعتدوش id معين او رمز تعريف معين لصف اللي هو يعدل من خلاله بس اصبح عدل كل البيانات اللي في الجدوة اتمنى اللي انتم تكونوا وارفتوا ازاي تعدله البيانات في جدوة معين في قاطر البيانات عن طريق البيتش لو درسي النهاردة صعب سيبولي comments تحت الفيديو وهارده عليك نفسي والسلام عليكم مرحبا بكم وبركاته